نبدأ بسريعا جدا أولا خليني أقولكم أن القمة الإفريقية الثانية لموجودة في واشنطن الحقيقة نشاط مكثف جدا للرئيس السيسي وطبعا يعني رئيس الحقيقة يعني عامل نشاط كبير جدا داخل القمة وعلى هامش القمة ودي دائما الرئيس يستغل لهذه الظروف حتى لصالح كل المناقشات إما شركات وإما تفاهمات وإما لقاءات مع قادة ورؤساء دول أو موضوعات تخص الشأن الخاص زي القضية الفلسطينية الحقيقة لا يتأخر أبدا رئيس السيسي في أنه ينجز طول الوقت طالما هو موجود مع عدد من القادة ورؤساء العالم حتى يكون ده بشكل في فائدة سواء على مصر أو حتى على منطقة الشرق الأوسط خليني أروح وأقول أنه بتختتم اليوم النهاردة اليوم التالت للقمة الثانية الإفريقية في واشنطن والحقيقة أعمال القمة زي ما أنتم عارفين استمرت لمدة تلاتيين بأجندة محددة والكل بيقول أنه تمنى بأن هذه الأجندة تصلح فعلا وتكون أجندة حقيقية للتعامل والشراكة والاهتمام بالأوضاع وبالقارة الإفريقية أعمال القمة الإفريقية طبعا بمشاركة 49 دولة وطبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من المشاركين وقرر السيد الرئيس في جلسة لأساء الدول حول تعزيز الأمن الغذائي وأيضا النظم الغذائية المختلفة على هامش أعمال القمة أيضا التقى السيد الرئيس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وذلك بمقر البنتاجون ويمكن أن نرى في الصورة وخلال هذا اللقاء أكد وزير الدفاع الأمريكي تقديره لجهود السيد الرئيس وروح القيادة أيضا وأيضا يعني أكد على الاتزان والفعالية الموجودة لتحقيق الأمن والاستقرار وأيضا التهديئة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكمان أكد بالنسبة نفس الشيء على المستوى العالمي اشتركوا في القناة